اشتركوا في القناة وايضا سيلعب اليوم ان شاء الله ناكا مورا ضد مكسيم فشير لاجراف بيلعبوا ساعة 5 دقايق مع كل نقلة يزيد ثانية وبعدين ساعة 3 دقايق مع كل نقلة يزيد ثانية وبعدين ساعة دقيقة مع كل نقلة يزيد ثانية في هذا الفيديو هعرض عليك نصف ساعة من جزء 3 دقايق زائد ثانية مع كل نقلة جدير بالذكر ان القسم الاول 5 دقايق زائد ثانية مع كل نقلة انتهى بنتيجة 6.5-2.5 لصالح ماجنس كارلسون بدأ مستر ويسلي سو يدخل في معركة نفسية ان الفرق بعيد شوية وان انا مش عارف اتغلب على هذا الوحش الكاسر سنبدأ الان في اول مباراة لعبت في الجزء الخاص بتلات دقايق زائد ثانية الفيديو بدأ الان بسم الله لايك لزيز اشترك في القناة لو مهتم بهذا المحتوى لايك لقى خلاص يلا بينا يلا بينا خلاص ماشي يا عم ماشي ماشي اوكي ويسلي سو يلعب بالقطع البيضاء ويلعب بيدأ مالك ويقابل بيدأ مالك حصان لا فيل افتتاح الفيل لكن سرعان ما سينقلب الحال الى تفريع فور نايتس او الاربع احصنة دي ثري دي سيكس شكل متعادل وسخيف نايت اي فور انا عاوز اخد منك امتياز الفيلين اتفضل لكن ما تاخدوش من هنا والبيادئ بتاعة الوسط تتعوج حاول تاخد الفيل من على البي سيكس فاكل وافتح هذا الفيل اي ثري لعبت الان اتش سيكس ما تربطنيش تبيت تبيت اتش ثري ما تربطنيش مفيش اي حاجة مميزة حتى الان يمكن الفيل ده جامد عاوزين نطلع في وشه لكن البيادئ هتتعوج فماجنس بدأ بروك اي وان اولا والان بعد روك اي 8 الفيل في وشه وغير هذا الفيل المسار الى بي 5 رابطا هذا الحصان ماجنس كارلسون يسأل هذا الفيل سؤالا انت جاي تعمل ايه جاي تاكل ولا ترجع مكانك وتتكسر قاله والله شكلي جاي اكل بس بدمها تاخد فيلي ده خليني انا كمان ااخد فيلك ده نايت تاكس اولا وهات الرخ فلا بد ان تستجيب بعدين بيشب تاكس جديد بالذكر ان الراج عملهاش معنى هاتديك ديف وشك وترجع وعوجلك البيادئ فالرجل اموكل تاني وبعدين ضرب الوسط بدي فور بيدأ في بيدأ اكل بالحصان هاتي الفيل لو سمحت سحب الفيل الى الوراء لحماية سي سيكس والان اف ثري حمي البيدق الوسطي يقول الانجين انت ممكن تلعب هذه الدفعة البيدقية الان عشان تتخلص من البيدق المتأخر واذا دفع البيدق ممكن تبدأ تتحول على هذه المربعات الضعيفة التي اصبحت ضعيفة بعد اف ثري لكن ماجنس اختار سي فايف وعندما تحرك الحصان الى ال اي تو وقف بديو فكر تلعب ايه هنا احسن نقلة ماجنس ما جبهاش بس جاب نقلة ممتازة برضو افضل نقلة في هذا الشكل ان تتخلص من هذا البيدق الان بدي فايف واذا اكل تلعب بيشب بي فايف هات الحصان وهات البيدق ارجعه اذا تحرك الحصان ظنن منه انه بيطلب وحامل بيدق لا فيه رخ فرخ ويتحرك الوزير والان يستعيد الاسود البيدق بتاعه والشكل صفار اوكي لكن ماجنس كارلسون كان نفسه جدا يلعب النقلة دي ويحاول يدفع البيدق المشكلة في سي فور اوعى تدفع البيدق خلاص انتهت القصة فافضل حل عملي بعيدا عن تضحية البيدق المؤقتة اللي الانجين بيقولها بيشب اي سيكس ماني عن سي فور وبحضر لدي فور فهم شطرانجي ممتاز الان دوفي على البيدق والان دي فايف جاءت بيدق في بيدق بيدق في بيدق اكل اكل وهنا مصيبة حصلت نايت اف فور تلعب ايه لو كنت مكان ماجنس كارلسون معاقبا هذه النقلة علما بان القطع الغير محمية تولد تكتيكات كين القطع الغير محمية عند الاسو عند الابيض هذه الرخ كين اف سيكس التهديد حصان فحصان تاكل اكل قطع كاملة او اكل الرخ ببلاش دلوقتي لو انت اكلت فانا باكل لو انت اكلت خد بالك الحصان ده دلوقتي مربوط على الرخ فانت ممكن تتحرك بس حاجة زي كده وعلى فكرة الاكلة برضو ممتازة لكن انت ممكن تتحرك وكمان شوية تبقى ترجع القطع بتاعتك ومع اكثر اكامل بدون تعويض لما ماجنس كارلسون شاف كده اه لا اسمه ايه بقى لا ماويسلي سور شاف كوين اف سيكس انسحب مباشرة ليه لان مفيش داعي انك تحرق وقت جامد في مباراة انت عارف انك هتخسرها على المدى البعيد وانت قدامك ساعة هاول تحسن فرصك يعني لو خلصنا نمتش في دقيقتين يبقى احنا عندنا فرصة ان نلعب بارشات زيادة في الساعة بتاعة الثلاثة زائد واحد يلا بينا المباراة رقم اثنين اللي بعدها على طول بدأ ملك من ماجنس كارلسون سقلي اي نوع من انواع السقلي الناجدورف اي لاين لعبة ضد الناجدورف يترى الانجليش اتاك ولا الاولد مين لاين ولا الفيشر سوزن ولا اي فور عشان يمنع بي فايف ولا اي اي شهي ثري الادامز اتاك ولا ال جي ثري ال کینجيز انديان اتاك تايب اف استركشور ولا ايه روك جي وان مسميينه The Freak Attack الهجوم المجنون عاوز ايه عاوز جي فور جي فايف امشي ويبقى للمربع ده قوي اي فايف لعبت يتحرك الحصان والان ايج فايف مانعا دفعة البيضة بيشيب جي فايف عاوز يتخلص من الحصان ويضع حصان بيشيب اي سافن والان بيشيب تيكس سيبك من كلام الانجين لنفاكسان بتاعنا علامة وبتاع اكل والان المربع بتاعي الانجين هنا بيقول بدل بيشيب تيكس كنت لعبت Qd3 وبيضته وخلاص بس يعني completely okay المشكلة بتاعت هذه النقلة انها اعطت الاسود امتياز الفيلين فبعد Qd3 الفيل جه دلوقتي منعني من التبييت ماجنس يفكر قليلا ثم يأتي بالرخ الى D1 ضاغطا على هذا البيضة لا يمكن حمايته الا من خلال ان الفيل يرجع او بشيب او روك H6 يعني بس صعبة شوية لكنه رجع بهذا الشكل والان G3 ناوي يعمل ايه ناوي يلعب F4 ويغطي على هذا الملك بحيث يعدي ويبيت بايده يعني منول بشيب اي 6 الان نايت دي 5 لو اكلت حاكل بالوزير ضاغط هنا وضاغط هنا مربع قوي للوزير الصراحة مستحيل تاكل بالبيضة تاكل بالوزير باستموف والان نايت سي 6 ممنوع تقفز في هذه المربعات فامتدي له واحدة سي 3 ودفي على البيضة الان كينج دي 2 الانجل مش محترض ممتازة روك سي 8 والان روك سي 1 بشيب جي 5 بكيش سلام عليكم نايت اي 7 تعني اكسر الحصان الجامد والان ماجنس ادها واحدة F4 اكل بالفيل جدير بالذكر انك ان اكلت بالحصان دي بلندر فادح لاني برجع قطعتي والفيل ده مطلوب والفيل يبدو وكأنه بدأ ببلاش خد بالك بدأ 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 فالفيل فالفيل بس الرخ في الاخر بتاخد البيدأ ده اثر السلامة ورجع بالفيل والان بشيب H3 النقلة اللي مش عاجبة الانجن هي اللي كسبت ماجنس كارلسون طب كان ايه العقاب بتاعها اني اكل بيدأ في بيدأ وقول له هات الفيل طب ما هياخد والبيدأ ده في صراحة خطير جدا الانجن بيقول هنا روك D2 عشان ارجع البيدأ لكن الوقتي كوين G4 قوية عايز اخد بيدأ كمان واذا اكل ده بتخسر نتيجة روك تيكس روك تيكس ويديله كش وياخد الرخ اوكي الراجل اصلا متضمر نفسيا من من سكة من سكة خمسة زائد واحد متضمر نفسيا فما ما شافش الكلام ده قالك ياعم عايز مني فرق تضحية فرق ايه وبتاع ايه اللي هعملها وما ياكل ياعم وخلاص لا سوري سوري ايه ده بعد بيشي بيتش ثري ميشي بالرخ بقى صاحبنا والان بيشي بجي فور نايت ها هنا وعايز سأقولك ان الامور ستصير الى تعادلية بحتة كوية تكسيرات هات الفيل اتزحلق الوزير حمل فيل كوين بي سيكس ضغطا ها هنا ويمكن لو الوزير يتحرك يبقى فيه فيل في بيدا ويديله متات احلام طبعا الرخ جات عايز اتكسر الملك مشي من وش الربطة والان نايت ايفور هات الفيل هذا الان يعني محبوس بفكرة اني ممكن اكل اكل بعدين احاول اتخلص من هذا الحصان واخد مين واخد الرخ لذلك الرخ رجعت والان تم عوج البياد بشبهة هنا كوين سي فايف اكل اكل والان كوين اتش ثري عاوز يديله كاشات من هنا الانجين بيقول كان افضل تلعب كوين اتش تو عشان ما تسمحش يعني ان الرخ تنزل في تمانية هتكسر لان كمان شوية بعد النقلة دي ودي هيحصل تيكس لا ما حصلتش دي اساسي هيحصل تيكس تيكس وتكسير من هنا فالانج بيقول كوين اتش تو كان ده حسن تمنع التكسير اوكي ينجها هنا شكل صفار يا ولدي صفار الناس في التعليق الصوتي او التعليق اللي هو بتاعة تشيس دوت كوم الاجنبي قالهم خلص مستر ويسلي يستطيع ان يتعادل كل واحد معه اربع ثواني والشكل تعادل يبحت كشي ميشي وهنا كان عنده مثلا يلعب اي فايف يدفع البيضة يدفع البيضة والشكل لا يبدو عليه اي نوع من انواع المكسب الشكل صفار الى انقرر ويسلي سو انه يعض ماجنس من رقابته ويلعب بي فايف على متين استفهام ايه ده ليه يا عم ببيدق في بيدق ببيدق في بيدق وعايز تدينه مات هي وعايز تدينه مات بس انت بتلعب ماجنس كارلسون اللي شاف الكشي دي حسب يابني حسب يابني انت قرفتنا دينه على متين تعجب يا عم انت في عارف ليه لو اكلت اكلت البيدق دي متوقفة الملك بيخش ياخد البيدق ويرقي جابها في 3 ثواني ما فيش تفاهم فبعد ما شاف دي الراجل قال له يا عم حسب يالله ونعمل وكيل فيك حسب ياخد انت يا اخي والله العظيم الملك لف ناتاش البيدق هيعمل كده ويدفع البيدق ده وماكنس يفوز معرفش اجول حاجة معرفش 2 صفر في السكشن بتاع 3 زائد 1 المباراة رقم 3 ويسلي هيلعب بالقابية الثاني اديها واحدة ب3 اه ياني ماشي ضغط على الفيل الفيل ضغط على الحصان عاوز ياخد البيدق الوسطي بشب دي 6 حامل البيدق الوسطي نايت اي 3 رايح هنا مستر ويسلي بيلعب هذا الشكل ويعرفه جيدا اي 4 بشب اي 5 نكسر الفكرة هنا ان انا لو اكلت عشان بتخلص من مدافع الفيل لا هو بياكل والان الرخ مطلوبة والحصان مطلوب طيب لو الابيض هو اللي اكل دلوقتي الحصان يتحرك في مربعات افضل ولذلك كوين سي 1 هي افضل نقلة وتم لعبها من مستر ويسلي سو تبييت دي 4 جاءت اكل مرور اكل الانجين بيقولنا كنت كالت بالفيل وعنده حق هقولك ليه بعد ما اكل اكل وقف الفيديو وفكر ما الذي لعبه ماجنس كارلسون نقلة تبيال تبيال علمي ممتاز تدل عن فهم ونظر جيد الى رقعة الشطرنج النقلة هي نايت بي فور عاوز ايه عاوز دي او دي والحصان ده والفيل ده بيتحبس طب ينفع يا ويسلي تدفع بيدا تمشي لا ماينفعش طب ينفع اي حاج ماينفعش ماينفعش بقولك ماينفعش ما لهاش حل وقف الفيديو وقعد تخيل في الشكل ده فترة حول تحل مشكلة ان الفيل ده يتحبس واحد يقولي طب ما ادفع البيد ولما يعمل كده بقى ارجع طب لما يعمل كده اعطبطا لا الان بص وقت ويسلي سو دقيقتين 27 26 ثانية قعد دقيقتين دقيقتين دول قاعد بيقول انا ايه اللي جابني هنا انا حاسبي يلا ونعمل وكلي في اللعيب ده 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 مديني 20 وانا 6 ونص في القبل انا متعب انا كرهت نفسي اوكي اي سيكس امشي مشي واخيرا اخيرا الفي العرف يهرب لا والله نايت تيكس الاول وبعين ماجنس ما بتفهمش كل ده لعبوا في 10 ثواني لو كان هنزي نيمن كان قالك يان هاري سويد يخرب بيت ستوك فيش يا اخي ما تبقاش غشيم كده في الغش يا اخي المهم نايت تيكس بون تيكس والفكرة اني ادفع البيدأ وهرجع قطعتي وين رجعنا القطعة سي فايف يا سلام على جمال سي فايف بدأ ببلاش لو اكلته اكل هنا وابوص بيادئك تماما اكل اكل وخلينا اقولك ان هذا الشكل استطاع ويسلي سوء ان يجعله في مصلحته كمان شوية الحصان دخل هات الرخ الرخ تتحرك اخذ بيدا عد البياد ماجنس معا بيدا كامل زيادة لكن الامور على فكرة تبدو تبدو جيدة ضحى فرق والشكل 9 من 10 بس للاسود لان عنده النقل دي في الآخر هيحاول يرجع الفرق بتاعه تاني ماجنس لقى بروك دي ون وسب رخ كاملة مقابل انه رابط والبدأ ده مجرم لكن بعد اي ثري نايت باك تسي سيفن هات الفيل الفيل يتسحب في كينج بي تو كل حاجة اتحمد واكل هنا الشكل مازال احسن شوية للإسود آ لكن الرخ ما بتروحش والربطة فاكسانة لو دفعت البيدأ مثلا دفع البيدأ باكل عادي بتاكل بتاكل باكل اه معايا بس زيادة بس المشكلة ان الوقت جزء من اللعبة ويسلي سوفلج بعد بشي بتاكسي سيفور شايف الثانية دي هو هيفكر فيها لحد ما تقلص والموضوع ينتهي ثلاثة صفر هذه هي المباراة رقم اربعة مباشرة يعني ثلاثة صفر دي المباراة رضعة بدأ وزير من ماجنس لندن من ماجنس قال له بقولك ايه برا لندن بلا زيفت هو ده اللي بيتعبني امشي حاضر وانا كمان راجح يا عم بقولك هنلعب لندن مفيش الكلام ده لندن ايه وزيفت امشي انا قال له لا بقى انت عايز تتعادل وانا مسكت عجنك يعني انا قاعد بعجن فيه دلوقتي بقيت نفسك بس تتعادل يعني دلوقتي دخلنا في 3 صفر بتكرر يعني انا دلوقتي لو كنت رجعت شكلك والله كنت هترجع ونتعادل يعني ايه مش عايز مش عايز لندن لا انا هلعب لندن على اي حال بيش بها هنا امشي حاضر امشي امشي انت لو اكلت هاكل مشي وانا كمان مشي نايت هات الفيل لا يا رايك تعمل لي كده وديك مات لا مش نوتو داي الروحة مطلوبة الروحة تحركت والان فتح نفس للفيل يرجع ايه كمال ده ايه ايه التناغم والرقي والشياكة والاناقة والحذاقة المهم جي سيكسي سحب الفيل نايت انا مش عارف اقولك ايه بس بس ده مش منظر ولسه لسه ده انتها تشوف بلاوي بص دي فايف اي فور جانهر اسود ايه ده ايه ده ماجنس في النقل رقم 14 معهوش ولا بيدق زيادة معهوش ولا بيدق زيادة معتا فوق اتنين على الرقعة نايت سي تري والان اي فايف فتح الوسط ولعب نايت دي فور هات الفيل جي فور بيشيب باك الفيل يرجع للحياة كوين اف سيكس كوين دي تو ضغط على الحصان بيدق في بيدق بيدق في بيدق نايت دي سيفن بيت طويل بيت طويل انت بيت طويل مش احسن حاجة لان مفيش قطع تحمي الملك والان قفز هات لو سمحت انا عايزك توقف الفيديو وتفكر الابيض مع تفوق كام بس انت شايف بار التقييم يعني بار التقييم ده يطلع له كام كده خمسة اه كأنه معه رخ كاملة زيادة لا جادع اسكس تلعبت طب واحد يقول لي طب ليه اسكس طب ما كان يجي كده الان بيشيب ممكن ان يعود اعتقد كمان قفزة الوزير هنا فضيعة يعني اه بس بس يسيب الفيل بكيش حرام والله يجد عني الانجين جايبها جايب كوينها هنا ولما يدلو كيش سلام عليك ولا يهمني وهاتبقى متات من هنا ومتات من هنا تفوق سبعة داخل نلعب اي سيكس والان ماجنس كيش 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 هات الرخ مين يأكل الرخ مين يسيب الحصان مين حبيب بابا يعني انا شايف ان ان ويسلي سو هيدور على صبارة يا بيبلاوي ويرشاها فعني مفت الرجل مش عارف يعمل ايه اربعة صفر انا عايزك تشوف قد ايه ماجنس كارلسون شايف الرقعة كلها شايف ان الرخ دي في الاخر بعد الكش اللي دخلت دي شايف ان الرخ دي ستسقط وبعدها يسقط الحصان والمباراة تنتهي فرق كامل الانجين بيقول دلوقتي كوين تيكس ولو جيت هنا هات هنا وهات هنا بكش ومعايا فرق كامل بدون تعويد وملكت في الشارع تفوق خمسة اربعة صفر اهلا بك في المباراة النهائية في هذا الفيديو وليس في هذا التحدي ويسلي يلعب بالقطع البيضاء ويكرر افتتاح الفيل في المنديل لكن الان نايت اي تو تبييد تبييد سي سي سيكس ام ادي له دي فور في ويسشو ويسلي اكل اكل روك اي ايد ضاغطا على البيضاء الوسطي خبالك عشان في كوميديا هتحصل هنا رابطوا طبعا يعني انا مش بعلق على كل حاجة من دي الانجين يعني دي نقلة مش وحشة ابدا لكن الانجين جايب انك كنت دفعت البيضاء احسن ماشي ايج سيكس بشيب ايج فور دي سيكس رجع هات الفيل اكمل ماجنس انتشاره اخد الفيل اكل ضاغطا على البيضاء الوسطي حمي البيضاء وكمان ممكن يسحب الفيل في اي لحظة بي فايف لعبت الان بشيب اي تو بي فور والان ذهب الحصان الى الوراء ماجنس ياخد قرار انه لازم يضرب الوسط بهذه النقلة ممتاز لا يمكن دفع البيضاء لانك هتاكله بيداء في بيداء تاكل بايه ماجنس ما عندوش اي مانع ياكل بالوزير ويعوج بيادئ جناح الملك بهذه الطريقة جدير بالذكر انك لا يمكن ان تاكل بالفيل لاننا ممكن ااكل دلوقتي هذا الفيل ومع وجش بيادئي فاكل بالفيل والان اكل بهذه الطريقة بعدين نشر الملك يعني ذهب بالملك الى الافتو وليس نشر الملك نشرا بالمنشر اوكي بشبهة هنا والان هذه النقلة التي جاءت محررة الرخ والحصان ماجنس يفكر دعني اعمل اضعاف على مربع دي ثري بان ادفع بي ثري يبدو كأنه بدأ ببلاشي كيش يتحرك الشكل صفار رجعت بدقي الانجين بيقول نايت دي تو تعادل نايت سي ثري تعادل عادي كمل انتشارك لكن عم ذيس لي سو لأ بروك اي تو لاي ليه امش فاهمك ما عند دي شتاع خلاص يعني مش عايز ابدو اقول بقى ان هو تدمر نفسي خلاص احنا عارفين انه فيها طب اكل اكل اوكي حاسب يا ابني اصليا النقلة الوحيدة الوحيدة اللي بتكسب بشب دي ثري ماجنس جابها في قد ايه ثانية ليه بتكسب اهات الرق لو طلعت كده حاسب كش مات في اتنين لو جت كده اكلك ببلاش كسر كمسة صف وخده بريك وحيرجع هيددينه مطش كمان يبقى ستة صفر وبعد كده هيتعدل معه مطش النتيجة النهائية في الاخر اتنين وعشرين سبعة السبعة دول نصوهم تعادلات يعني حتى ما تاريبا في التحدي كله مكسبش بل ثلاث اربع مطشاط حاجة حاجة مش قادر افهم في ايه ده ويسلي سو ده منتقب امريكا للشطرنج ده فيه فضيحة دلوقتي في امريكا اعتقد يعني اوكي خلنا نشوف النهاردة ايه اللي هيحصل ما بين ماكسيم فاشيل لاجراف وناكامورا واللي هيجي منهم هيروح على النهائي وهي قابل ماجنس كارلسون لو ناكامورا قابل ماجنس كارلسون احنا هنشوف نهائي خطير هنستمتع جدا 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 به واحتمال نطلع له لايف لو انتوا حابين اشوفكو على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايك لذيذ واشترك تمام معلومة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة